البداية مبروك في تحقيق نجاحات وفي تحقيق بطولات بشوف في المدرجات طبعا بشوف كمان ان جمهور النادي الاهلي وراء الشاشات كان سبب حقيقي جدا واساسي جدا في تحقيق شاشة قناة النادي الاهلي لأفضل قناة رياضية عربية لتاني مرة يمكن من ساعة ما ظهرت القناة في شكلها الجديد قدرنا ان احنا نحقق الجائزة دي مرتين وده الحقيقة في وقت من الأوقات بيترجم تعب ومجهود ورؤية فريق عمل كامل بداية من كابتن اسلام الشاطر واستاذ إيهاب الخطيب واستاذ باسم عزمي وصولا لكل العاملين في القناة اللي يمكن الحقيقة على قد ما بيظهر طبعا يعني نجوم كتير جدا في برامب مختلفة لكن عايز اقول لكم الحقيقة انه كتيبة العمل اللي وراء الكاميرات لا تكل ولا تبلي كلهم في حالة اخلاص شديدة جدا عشان القناة تكون كل يوم احسن من اليوم القابل وزي ما بتكون الجائزة دي بمثابة تكريم بمثابة ترجمة لمجهودك وانت بتشتغل في قناة شاي لا اسم النادي الاهلي بتكون كمان تكليف انه اللي جاي دايما يكون احسن ويكون افضل ويهمنا في النهاية انه مدام اسم النادي الاهلي ارتبط بشاشة انها تكون زي ما النادي الاهلي عود جماهيره دايما في مشهد الصدارة ودايما ان شاء الله بإذن الله في المقدمة مبروك لشاشة الاهلي مبروك لجماهير النادي الاهلي ومبروك لكل جندي مجهول سواء امام الكاميرا او وراء الكاميرا بيشتغل في قناة النادي الاهلي افضل شاشة وافضل قناة عربية عشرين اتنين وعشرين اي حاجة فيها الاهلي تبقى شطرة وتبقى صحة جمهور النادي الاهلي I love you لان انا اهلاوية جدا 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 انا مسكل معي كلونه احمر مبروك طبعا نرفوز على أسوان في مباراة مبرح ويعني بما انه ده تاني مطشف الدوري خلينا نتكلم شوي على رأي الجمهور في سياسة كولر ازاي بتشوفوا وخصوصا فيما يتعلق بالدفع بعدد كبير من اللعيبة في بداية الموسم على صفحاتنا طبعا على السوشال ميديا السؤال موجود وفي انتظار رأي حضرتكم رأيكم ايه في سياسة كولر بالدفع بعدد كبير من اللعيبة الاهلي في بداية الموسم مبرح كمان ظهر برسيتا وظهر حسين الشحات وأطمنكم على ديانج يعني كلام كتير جدا قريته النهاردة أو تابعته على السوشال ميديا انه ديانج بيغيب عن لقاء الزمالك الكلام ده لا أساس له من الصح النهاردة ديانج كان موجود صحيح ما شاركش في التدريب الجماعي النهاردة لكن موقف ديانج لم يحصن بعد سواء بالاستبعاد من المشاركة أو بجهازيته المشاركة في مباراة الصوفة ان شاء الله يوم الجمعة اللي جاية ومن النهاردة يمكن الراجل اشتغل يعني هم برح لعبنا مع أسوان نهاردة صبح كان فيه تدريبة اجتماع قبل التدريبة الراجل اتكلم معهم واعتقد انه يمكن تبقاش راضي قوي على المستوى يمكن أقل مطشات الأهلي اللي عمها بداية الموسم أقل من مطشين المنستيري وأقل من مطش الإسماعيل مطش أسوان يعني بتكلم عنه أداء متوسط ما كانش بالشكل اللي احنا كنا منتظرين ويمكن اللي طميني أكتر تصريح كولر عن الشكل والأداء قال لك مش دي كرة اللي أنا عايزة لعبها من نادي الأهلي فواضح أن الراجل كمان مش مقتنع قوي بمستوى الأهلي في مبارات المبارح لكن الأهم أنك حسنت الثلاث نقاط وأهم أنك أنت رايح مبارات السوبر بدون خسارة بدون تعادل بدون ما بتستقبل شباكك أي أهداف ودي كلها نقاط في منتهى منتهى لإجابية والراجل يبتدى من النهاردة يذاكر فريق الزمالك يبتدى يشوف مطشات الزمالك اللي عبها في دول الأبطال في الدول 64 ودول 32 والتالي يشوف المطشين اللي عبهم في الدوري وإن كان الحقيقة أي حد مش محتاج متخصص يعني الزمالك بيعاني معاناة كبيرة جدا وخصوصا في المطشين اللي أنا تبعتهم ليه في بطولة الدوري عنده صغرات حدث ولا حرج عنده أزمات ويمكن ده ظهر بشكل كبير قوي في مطش سيرامي كامبار ومن قبله مع اسموه حتى رغم أنه نجح طبعا فيه أنه يخطف الفوس في المباراتين لكن أعتقد أنه لو ذكرت الزمالك كويس أعتقد أنه سهل قوي تكتشف صغرات كتيرة جدا وخصوصا المساحات اللي موجودة بالخطوط وخصوصا في أماكن تمركز اللعبين في الدفاع وليمكن ده اللي استغلوا سيراميكا بشكل أو بآخر طبعا يعني كان مفترض سؤال الحلقة تفتكر ليه كابتن معروف مطلعش للإنزال التاني مبارح بس يعني بما أنه الإجابة سهلة وبما أنه الإجابة معروفة عند جمهورنا دي أهلي فقررنا أن نلغي السؤال ده من المقرر لكن سيراميكا مبارح كان يستحق الحقيقة نتيجة أفضل من كده سواء من ناحية الأداء أو من ناحية الفرص اللي ضياؤه طيب خليني أقول لكم طبعا النهاردة التمرينات الجزء الأول من التمرينات كان خاص بالشق البدني عنده يشتغل مع الفريق في بعض التمرينات والنواحي البدنية وبعد كده ميستر كولر بنفسه اشتغل على تأسيمة أسم اللعيبة ثلاث فرق وعمله تأسيمة بين الثلاث فرق وكان الحقيقة الراجل بيشتغل على تفاصيل كثيرة جدا وبوقف الكرة في وقت كثير جدا وبيتكلم مع اللعيبة وبيدي توجهات طبعا بدأنا خلاص دخلنا في الجد خلاص لا صوت يعلو فوق صوت مواجهة السوبر للأهلي بيتفوق فيها حقيقة حتى في مواجهة الزمال كنت بتكلم على 11 لقب سوبر من أصل 15 حقيقةهم النادي الألي منهم 7 على حساب نادي الزمال أعتقد فيه أمبي فيه حرس الحدود فيه المصري دول كانوا الفرق اللي وجهتنا فيه مباراة السوبر هاختم بمنتخب مصر طيب مستر روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني قرر أنه يبدأ معسكر منتخب الوطني المعسكر كان مفترض أنه يبدأ يوم 9 الراجل قرر أنه يبدأ يوم 3 يوم 3 نوفمبر بدلا من 9 نوفمبر شهر الجاي عشان يستغل الفترة دي فترة اللي هتوقف فيها الدوري المصري عشان قمة المناخ اللي بتصطدفها مصري طبعا وعشان يحضر بوقت يعني في وقت أطول للمواجهة مباراة والدية لأنه نواجه فيها بلجيكا وبما أنه فيه تعديلات في الجولتين الثالثة والرابعة في الدوري المصري فالرجل قال لك ليه لا ما نستغل فترة التوقف دي ونبدأ معسكر المنتخب بدري بدري ناخد الست يام الزيادة دول نشتغل فيهم مع العيبة أكتر ونزود من حالة الانسجام والتجانس وأشتغل معاهم في الناحية التكتيكية والفنية ونستفيد بفترة التوقف دي على مستوى معسكر منتخب الوطن إن شاء الله أفترض منتخب مصري عنده مطشين أو مباراتين وديتين خلال نوفمبر إذا ما تأكد طبعا إقامة مباراة دي مع بلجيكا وإن كنت أشك يعني خصوصا أنه معدها قبل انطلاقة كاس العالم وأنا لو منتخبي بيلعب في كاس العالم يعني صعب جدا جدا أن أنا أغامر وخصوصا أنه منتخب بلجيكا يعني مدجج بالنجوم أتمنى طبعا أنه مصري تتعلم مع بلجيكا يبقى اختبار قوي جدا لوي فيتوريا بلجيكا من قوة العزمة دلوقتي في كورة القدم وعندها لعيبة على أعلى مستوى لكن في النهاية إحنا في الانتظار ونشوف طبعا مجلس دارة تحاد الكورة خلال الفترة دي يحط طبعا الرطوش الأخيرة عشان يكون فيه مباراة تانية في نفس المعسكر اللي هيكون في الكويت إن شاء الله بإذن الله طيب قبل ما ندخل في التفاصيل والحلقة النهاردة كلها سوبر الحلقة النهاردة كلها تاريخ السوبر ومواجهة السوبر اللي جاي إن شاء الله أهلي وزمالك بس خلونا قبل ما نكمل نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم توماش هوبتشمن نجم شاختار الأوكراني ومنتخب تشيك وأعتقد إنه بالتأكيد في أوكرانيا وفي الجيل ده تحديدا من شاختار اللي بنشوفه الحقيقة ضيف دائم على بطولة الشامبيونز ليج يعتبر ملك متوج لأنه طوج بالفعل مع شاختار بواحدة من الألقاب الأوروبية بطولة كأس الاتحاد الأوروبي قبل كده واحد طبعا من نجوم المتخب تشيك هو ضيفنا فيه السادسة النهاردة من خلال تقنية الفيديو كونفرنس بداية طبعا نرحب به معنا في السادسة ونشكره طبعا شكرا لك على مشاركتك معنا في السادسة وأهلا وسهلا بك على شاشة الأهلي دبري بشار مساء الخير أهلا بكم شكرا على دعوتكم الكريمة بعد مرور أربع جوالات من دور المجموعات إزاي بتشوف مستوى وأداء شاختار الأوكراني في مجموعته وهل بتشوف أنه عنده فرصة في التأهل للأدوار الإقصائية أو لا تابعت كل المباييرات التي قام بها شاختار وأعتقد أنه أدى دورا بطوليا وأتمنى له التوفيق إزاي بتشوف مواجهة شاختار وسلتك بكرة في الجولة الخامسة وهل بتشوف أنه عنده فرصة أو شاختار بذلك يمتلك فرصة التأهل بعد ما حسم طبعا ريال مادريد المركز الأول لصالحه ضمن التأهل للأدوار الأقصائية نعم لديه بالطبع الفرصة للتأهل وأؤمن بذلك وأعتقد أن مباراته الأخيرة مع لبزيج كانت جيدة يعني في أوقات كثيرة مش بس في نسخة الشامبيونز ليج دي لكن حتى في نسخ سابقة وتحديدا في دور المجموعات ليمكن دايما بيبقى فيها فرصة للتعويض بنشوف شاختار الأوكراني بيقدم عروض قوية جدا وبيقدر يحقق نتاج إيجابية جدا أخرهم طبعا التعادل مع فريق بحجم ريال مادريد حمل اللقب بيقدر يتعدل مع بطل أوروبا ليه مش بنشوف شاختار عنده القدرة على موصلة المشوار وتحيي مفاجأة صحيح نكلم على أندية من العارضة لكن في أوقات كثيرة جدا أندية مختلفة في أوروبا عملت نتاج كبيرة في دور الأبطار أعتقد أن شاختار فريق بحجم كبير ولديه القدرة على المنافسة ولكن في بعض الأوقات كمثل معظم الفرق الرياضية يمكنه أن يخفق ولكن لن يموت أنت حققت لقب كسل الاتحاد الأوروبي مع شاختار أثناء مشاركتك كلعب في صفوفه إزاي قدرتوا توصلوا لتحقيق اللقب ده وإنتوا بتنفسوا برضو يعني فرق أصحاب مستوى عالي جدا إزاي قدر شاختار أن ينجح في تحقيق أول ألقابه الأوروبية ولكن أتمنى أن الوضع في الفترة القادمة يصبح للأحسن ويصبح لصالح فريق شاختار فريقي المفضل وأتمنى له كل التوفيق في الفترة المقبلة وكذلك أتمنى التوفيق لمعظم الفرق الأخرى يعني اسمح لي يمكن وإنت برضو الحقيقة كنت واحد من نجوم منتخب الشيك دائما يمكن بيكون فيه نوع من المقارنة ما بين أوروبا الشرقية وأوروبا الغربية سواء على مستوى الأندية أو على مستوى المنتخبات لماذا لا تنجح المنتخبات يمكن تشيك طبعا واحد كان في فترة من فترات واحد من أكبر منتخبات في أوروبا لكن بيبقى الاستثناء مش القاعدة لماذا لا تنجح الكرة في أوروبا الشرقية بنفس المقدار اللي تنجح فيه في دول أوروبا الغربية من الصعب تحديد الخطأ في هذه الفترة أو في هذا الركود ولكن أعتقد أن المنتخبات عليها أن تتمرن وتمارس أو أن تعمل على نفسها أكثر من ذلك لكي تحقق النجاحات وكي تكون لعبوها في معظم الأندية في قارة أوروبا في قارة أوروبا كسابق عهدنا نحن اللعبون تشيك في الأندية الأوروبية الكثيرة ولكن في هذه الحقبة في الآن في الوقت في الوقت الحالي تفتقر الأندية الأوروبية للاعبين تشيك يهمني كمان بما أنك طبعا واحد من نجوم الكرة تشيكية أخذ رأيك على يعني إذا سامحت لي نوصفه بضيف شرف المجموعة فيكتوريا بلزن تشيكي اللي يمكن ما أقدمش عروض على المستوى وباتت فرصته إن لم تكن فرصة طبعا شبه معدومة في التأهل رأيك في مشاركته رأيك في مستوى وهل ده بيترجم تراجع مستوى الكرة تشيكية في السنوات الأخيرة من وجهة نظرك ولا لا نعم دكتوريا بلزن في المجموعة الأخيرة وفي المركز الأخير في دور بطولة في الدوري ولكن عليه أن يلعب بطريقة أفضل من ذلك وعلى المنتخب تشيكي الذي أعتبره أن خسارة فادحة بأن يكون في هذا المستوى المتدني وأتمنى أن يرجع كما كان في سلق عهدي من رأيك عموما بشكل عام في النسخة دي من بطولة دوري الأبطال من الفرق اللي لفتت نظرك من الأندية اللي ترشحها للوصول على المباراة النهائية حسناً طبعاً أشهدت مباراة عديدة وكان منها الكثير الذين لعبوا بمهارة والبعض والبعض الذين لم يكون الحظ حالي فيهم طبعاً أرشح من ضمن المباراة المنتخب الفرنسي هذا على ما أعتقد بطولة دوري أبطال أوروبا أرشح المنتخب الشيكي بالطبع هذا منتخب بلدي الذي أتمنى له التوفيق وأتمنى له أن يعود كما كان في سابق عهده للعب والفوز ببطولة كأس أوروبا يبدو أن السؤال مش واضح كلامي على بطولة دوري أبطال أوروبا أنا أمتن هأجل ملف كأس العالم دلوقتي لن أتكلم على دوري أبطال أوروبا عندنا طبعاً فرق قدمت عروض قوية فرق ضمنت التأهل للأدوار الإقصائية مين الفرق التي ترشحها لفوز بلقب دوري أبطال أوروبا دوري أبطال أوروبا سوف أرشح تشيك وإن لم تكن تشيك فسوف أرشح فرنسا توماس هوبشمن نجم شهطار الأوكراني ومنتخب تشيك بشكرك شكراً جزيلاً على مشاكتك معنا وعلى ظهورك معنا في السادسة يبدو أن السؤال ما كانش واصل بشكل كبير على كل أحوال طبعاً تخطيط نحن عندنا مواجهة نارية في الشامبينز ليج يكون معادنا معاها بكرة وبعد بكرة يمكن المواجهة الأهم مواجهة نظري طبعاً مواجهة الأهم بصرف النظر لو تشجع فرق معينة أكيد اللي بيشجع الريال هيتفرج عن الريال لكن الكلاشات الصدام العمالقة أنا شايف مباراتين ما فيش شك أنهم يكونوا الأقوى في الجولة دي بداياتاً طبعاً عندنا بروسيا دورتموند في مواجهة من سيتي مباراة في منطقة القوة وعندنا يوم الأربع هيكون فيه مواجهة بين مواجهة كلاسيكية مواجهة رد اعتبار هتجمع بين براشلونة وباي ميونيخ واللي يهمنا كمان يوم الأربع يمكن شوية مباراة هتكون تحت أنظار المصريين مواجهة آيكس مستدام مع ليفربول وبشوف الحقيقة أنه قصة ليفربول السنة دي أو التحدي ليفربول السنة دي أو الدنيا الممكن تبقى التارجة الأساسية أو الهدف الأساسي ليفربول السنة دي هو بالتأكيد شامبيونز ليج لأنه ليفربول في البريمير ليج مجاش ليفربول يعاني معاناة شديدة حتى على الرغم من توقعاتنا بأنه بعد ما كسب الستي هيقدر يرجع تاني زي ما يقوله الإنجليز يعني باك عن تراك لكن ده ما حصلش وخسر مباراته الأخيرة من نتيجة 1-0 أمام متزايل الترتيب وخليني أقولكم أنه واحدة من الأرقام الغريبة جدا على ليفربول السنة دي أنه ما حققش الفوز في ولا مباراة خارج أرضه وبالتالي فرصه في البريمير ليج أو في دولة الإنجليز يعني تكاد تكون شبه معدوم لكن فرصه ممكن تكون قائمة يعني لو ركز أو حط تركيزه بشكل كبير جدا مازال سكواد الحقيقة أو مازال سكواد الليفر يعتبر سكواد محترم جدا عنده تشكيلة نجوم ولا أرواع معنويا الفرق يمكن تبقى مش قادرة محبطة مش في مكانها أو في ترتبها الطبيعي لكن أعتقد أنه هدفهم في المنافسة أو أمالهم في المنافسة على الشامبينزيج أكبر بكثير جدا من البريمير ليج طيب نروح لكريستانو رونالدو رونالدو قصة كبيرة جدا يا جماعة وبشوف النهارده فيديوهات بتتركب وكوميكس بتعامل على كريستانو رونالدو اللي كان من موسم أو من اتنين واحد من أهم أساطير اللعبة مشاركته ما قبل الموسم طبعا كلام كتير جدا يتقال عن رغبته فيه الرحيل من منشستر يونيتد تمسك إدارة منشستر يونيتد تمسك تنهاج بكريستانو رونالدو بعد كده بداية الموسم الغير موفقة عدم مشاركته خلت من جديد فكرة طبعا فيه طبعا أكتر من كلاش حصل يمكن كان أغلبه في قط اللبس لكن طبعا فكرة وجود كريستانو رونالدو في مباراة كتيرة جدا على مقاعد البودلاء فكرة أنك تخلي اسم بحجم كريستانو رونالدو يشارك عشان يسخن عشان يشارك في نهاية المباراة وأنه يسيب الملعب قبل المباراة ما تنتهي كل ده عمل وألقى بزلال من الإشاعات الكتير جدا المرتبطة بمصير كريستانو رونالدو وبقاءه والسمراره في الأولدرافورد أو رحيله في موسم الانتقالات الشتوية على كل أحوال تبقى أو يبقى اسم كريستانو رونالدو حتى اللحظة علامة استفهام كبيرة جدا بالنسبة للعشاء لأنه كريستانو رونالدو نادي في ناس بتمسي وقراره رونالدو بصرف النظر عوبيل بالتيشرت فريق إيه أو بيحمل ألوان إيه وبالتالي أعتقد أنه اسم كريستانو رونالدو في الفترة اللي جاية هيكون عليه كتير من الأقويل وإشعاعات سواء برحيله خد بالك من رحيله إلى نادي داخل الدولة الإنجليزية أو رحيله طبعا إلى خارج الحدود هنتواصل مع حضراتكم ونفرد ملفاتنا للسوبر وهقول لكم يمكن إحصائيات وأرقام كتير منكم يكون لأول مرة بيسمحها في حلقة النهاردة من السادسة بس بعد الفصل إحنا كنا بنتكلم الحقيقة على البطولة دي كأنها واحدة من البطولات المستحدثة في الكرة المصرية كاس السوبر المصر يعني لكن الحقيقة أنا النهاردة بس والنهاردة بس اكتشفت البطولة دي يمكن فكرتها في مصر بترجع لأكتر من خمسين سنة وتكتشف النهاردة كمية كبيرة أو هتكتشف النهاردة معنا في السادسة كمية كبيرة من المعلومات اللي يمكن تكون بتسمحها لأول مرة عن بطولة كاس السوبر بالإضافة طبعا لمشوارنا والأهلي بيمتلك مشوار مش متميز متفرد الحقيقة على مستوى الألقاب ومستوى المشاركات في بطولة السوبر المصري هيشرفنا الناقد أشرف زوف والمحل الرقمي هتكلمنا الحقيقة ويستعرض معنا تاريخ البطولة ونكلم على مجموعة الأرقام والإحصائيات اللي يمكن الحقيقة تكون لطيفة جدا وإحنا منتكلم على طبعا المواجد السوبر المنتظرة اللي هتجمع بين الأهلي والزمالك يوم الجمعة اللي جاية بداية طبعا أرحب به وأشكره على وجوده معاه السادسة مسأخير يا السادسة أهلا بك أستاذ أحمد وكل السلام المشاهدي ومشاهدي قناة النادي الأهلي واسمح لي بس في الأول أتقدم بالتهانئة للنادي الأهلي العريق طبعا ندينا العريق وحضرتك طبعا لفوز النادي الأهلي أو قناة النادي الأهلي متمثلا بقى في النادي الأهلي قناة النادي الأهلي بهذا أفضل قناة رياضية في سنة 2022 بسكر حضرتك ده طبعا شرف لكل من ينتمي للنادي الأهلي وكل أهلاوي على الكرة الأرضية أول جواز الموسم وإن شاء الله تكون فالخير على الأهلي يمكن أنا أبتدي معاك بالتاريخ لأنه يعني الناس كلها عارفة أن البطولة دي بطولة مستحدثة كنا يمكن يعني شفنا المواجهات اللي بتجمع بين بطل الدولي وبطل الكاس تحت مسمى كاس السوبر من سنين مش بعيدة لكن القصة وما فيها زي المحرك بتقول أن القصة أو الفكرة دي نفسها كان يمكن عمرها في مصر هنا أكتر من خمسين سنة أو طبقت بس مش تحت مسمى كاس سوبر لمصر يعني تقريبا رابط على ستين ستين سنة من بدايةها من سنة تلاتة وستين عن تسع وخمسين سنة تقريبا ولكن أنا عاز أقول بس الأول أول من اخترع السوبر السوبر الحقيقي فعلا أول من اخترعه هو الصحفي الهولندي أنتوان ويتكامب هو ده عالميا ده عالميا ده كان صحفي هولندي بيشتغل في صحيفة رياضية هولندي شهيرة كان هو وزميل ليه كانوا بدوروا على انتشار الصحيفة عالميا ويتكون لها رياضة ولها اسم بير فخد فكرة كانت عملتها برضو أحد الصحف الإنجليزية الشهيرة جدا أنها قامت بطول الدور للأبطال الأوروبية فعمل بشكل جديد عمل بطول بطولة تجمع بطل الدوري وأبطال الكؤوس الأوروبية بالفعل عمل بطولة سنة 73 وكان في الوقت كان آيكس أمستر دام الهولندي هو كان المعيم المسيطر على بطولات الأوروبية في الوقت لا وتعاملت البطولة وتلعبت بين آيكس أمستر دام الهولندي ورينجرز لسكوتلاندي وفاز آيكس ولكن الابتحاد الأوروبية ويفا في الوقت لا ما اعترفش بالبطولة في أول مسم خصوصا أنه كان رينجرز كان عليه شوية مشاكل وشوية إقافات ولكن في المسم اللي بعدها أقرى الاتحاد الأوروبي وفعلا كانت أول بطولة رسمية جمعت بين آيكس الهولندي مقاسي ميلان الإيطالي وكانت تلعب من مباراتين وانتهت النتيجة المباراتين ستة واحد لآيكس ولكن كان معي كده لزوط معي من جدا كان ريال مدرين الفترة دي طبعا كان عبر ضعفين التحون الهولندية وكان منتخب الهولندي وفي الوقت العصر الزهبي وكان تلحق بالهولندي بالضبط وكان عالم 78 و74 كان هم في الوقت المسيطرين على الكرة في التوقيت لكن عندنا هنا في مصر الفكرة الفكرة عندنا الفكرة عملت مرتين سوبر وهي مش سوبر ولكن بالمسمى الحالي أو بالشكل الحالي هي كانت سوبر كانت البلاية من المسلم ٦٣ ٦٤ وممكن كان صاحب الفكرة المرحوم الكابت محمد لطيف طبعا الرياضي الكبير معلق الشهير معلق وحاكم ومدرق وداري وكل حاجة كل حاجة كابت محمد لطيف عمل برضو دعوة المباراة مهرجان الرياضي يجمع من بطل الدول وبطل الكاس ويمكن بالمناسبة المباراة دي أقيمت على ملعب النادي الأهلي في التيتش لو ممكن نرجع الأعلام بتاعها ونطلع حتى الأعلام لو شوفنا فيه الطرافة اللي فيه حتى لو حاب بإن هنلاقي نقول على الأنوار الكشفة مهرجان كذا المباراة سوبر بالمعنى المفهومة أو المعنى هي سوبر هي سوبر هي سوبر بس ما اسمهاش كالسوبر أصلاح الممتاز بجنيه ده جنيه ولا تنين يا جماعة جنيه ده في حد بالقروش وفيه البلكون اللي هو يعني درجة أولة 50 إرش ودرجة ثانية 25 إرش ودرجة ثلثة وعشر قروش كل الحاجات دي وحفلة بقى وقصة والله طب اللطيفة جدا ممكن دي يعني أول مباراة اعتبر مباراة سوبر في التاريخ المصر وفيه نسخة تانية برضو كان فكرة سوبر بس ما كانتش كالسوبر برضو نحن نسا منقول هي سوبر ومس سوبر برضو دي كانت في سنة 84 كان نادي الأهلي خد بطولة إفريقيا أبطال الكووس أول بطولة أهل أهلي في أبطال الكووس كانت 84 لما فاد على كالوني وكانت زمالك فاس بقى أبطال الدور برضو أول نسخة لنادي الزمالك الأهلي والزمالك في الصاري القاهرة كانت 6 يناير 85 وبرو تعمل في الدور المصر تعمل تقريب كده جميل خصوصا أن في الوقت الأهلي كان بطل أفريقيا أبطال الكووس والزمالك بطل أبطال الدوري كل فريق نزل الكابتن بتاعه معايا الكاس بتاعه زي مباراة سوبر ونزل الكابتن صف عبدو المجلي كان هو كابتن نادي الأهلي في صورة الكابتن في أبطال صورة أعتقد فيها كابتن خطيب كان كابتن نادي الزمالك ونزل كل فريق برضو دي دي كان برضو مباراة سوبر برضو ولكن هي ما كانتش مباراة سوبر ممكن هم دول المباراتين اللي هم قلنا عليهم مباراة سوبر وهم مش مباراة سوبر دول طبعا دي من زاكرة التاريخ أو من لكن الفكرة بقى بتاعت السوبر اللي احنا العرفة كاس السوبر المصري بقالها قد إيه كاب نسخة دي كالما احنا حفظين الأهلي طبعا 15 مع اللواء الدشوري حربي يمكن هو كان نسحب الفكرة دي نفس الصورة برضو دي نفس المباراة بس يعني زاوية تانية كابتن سامير عدل ده كابتن عدل مأمور عدل مأمور بزابت كده أو كابتن صفى عبد ومحمد صلاح الدين وفي صورتين يزعر فيها كابتن أحمد شبير كابتن محمد عامر يمكن دي برضو كنت يعني برضو مع كابتن شبير لموريد الصورة دي وتكالبنا في الموضوع ده بقول لنت ازاي بجيب الأفكار دي ازاي بتقدر توصل للصور دي وتربطها بقى طبعا ازا كده وتاريخ اه الحمد لله يعني الحمد لله اه الصورة اللي فيها كابتن شبير اه وراه بالزبط كده كده عدل ان كنت عرضتها عليه يعني في اللقاء كده بينه وبينه اي السنة القاهرة طبعا لكن أول لقاء سوبر كان 2001 أول لقاء سوبر باصر كان 2001 اي كان أول لقاء كان أول لقاء يمكن 2013 اتلغى السوبر اه كان أول بطولة سوبر أقيمت يوم 14 سبتمبر 2001 كانت مفروض بين نادي الزمالك وين صاحب فكرة سوبر هنا في مصر سامير زاهر كابتن سامير زاهر يعني كانت البداية يمكن حتى في المحاولات كده كانت اللي هو حرب الدهشوري كان يمكن هو بداية الفكرة مع كابتن أحمد شبير كانوا برضو ولكن خالت حيز التنفيذ بشكل رسمي مع كابتن سامير زاهر اه 2001 2001 يمكن يقولنا أول بطولة سوبر كانت 14 سبتمبر 2001 جامعت بين الزمالك والمحلة وكانت المفروض بين الأهل والزمالك ولكن الأهلي اعتذر عن البطولة كان أهلي بطر كاس مصر في الوقت لا لو نفتكر ما هاند ديسكي كان الأهلي كاسب المحلة في نهاية الكاس كان الزمالك بطر الدول ولكن الأهلي اعتذر لأن الأهلي كان راجع من كودفور من أحضر مكشاط أو المباراة الأفريقية وكانوا انتوقيت المباراة السوبر يعني كان يبقى بعد عودة الأهلي بحوالي أقل من 48 ساعة فالأهلي حاول أن هو يأجل المباراة يعني يومين تتاقوا حاجة حصلت مشكلة فالأهلي تعتذر وشارك غزل المحلة الوصيف يمكن هنشوف احنا بعد كده حتى أكتر من مرة فيه أندية بتشارك بدل أندية أخرى يعني يمكن دي بقى مشاركات الأندية المصرية عندنا 9 أندية مصرية شاركوا في السوبر طبعا يأتي المدى الأهلي طبعا كالعادة في الرياضة وفي الصدارة بي 15 مشاركة يليز زمالك بعشرة حرس وفايز بالس foamer وهو ضمن أندية الدراجة الدانية والممتاز به ازاي فكرنا ده كان مع كابتن حسن شحيطة بصحة كابتن حسن شحيطة لما نتكلم برضه في السياق برضه على المدربين ونقول إن كابتن حسن شحيطة هو برضه المدرب الوحيد اللي فوز بالس laughed and aşağıتihin مدرب أحد أانديت الدراجة التانية والممتاز به المقولين كان كاسب الأحسن المصري في موسم 2004 في المباراة الشهيرة لما كاسب الأهلي لما كان أمير عم حميد اتكسر وخرج والأهل كان يستان في استجاراته التلاتة واضطر إن أهلي لعب شاري محمد حارس مرمى وكسب المقاولين بهدف طبعا باتنين واحد بهدف الشهير في شاري محمد ولعب السوبر هو كان عندية الدرجة التانية كان صعد للممتاز ولكن في الوقت كان لسه ضمن عندية الدرجة التانية خد كاس مصر وخد من بعديه سوبر وهو بيلعب في دور الدرجة التانية أكبر متيجة في السوبر بمناسبة كمان برضه يمكن الكلام بيجيب بعضه بدري بدري يمكن ما قوليني لما خد السوبر من النادي الزمالك أكبر نتيجة حصلت في السوبر لما فاز على الزمالك بأربعة اتنين يمكن دي أكبر نتيجة دي أعلى نتيجة حققت في السوبر بالضبط يمكن بعد كده نتيجة اللي بعد كده الكلام برضه بدري بدري يمكن أكبر نتيجة بعد كده كان الأهلي برضه على الزمالك واتكررت مرتين فوز الأهلي على الزمالك ثلاثة اتنين يمكن برضه دي أكبر ففوز المؤولين على الزمالك 4-2 ففوز الأهلي على الزمالك مرتين 3-2 تمام كم مواجهة أهلي والزمالك؟ سبع سبع مواجهات انتهت خمسة لصالح النادي الأهلي وأربعة واتنين لصالح نادي الزمالك المرتين بتوع نادي الزمالك انتهوا بضربات الترجيح على فكرة يعني الزمالك لم يفوز بالسوبر على النادي الأهلي وبالمناسبة برضو نسبق برضو وكلام بيجيب بعض درداشة مع حلقتك من يعني الزمالك حق أربع ألقاف في السوبر لم يفز ولا مرة من أربع مرات في الوقت الأصلي يعني الزمالك فاز أربع مرات منهم مرتين بدربات الترجيح ممكن دي أكبر النتائج اللي استطاقها لسه 2002 المأولين على الزمالك دي النسخة الوحيدة اللي فاز بها المأولين تاني ومأولين ما لعبشي بسوبر تاني لعب مع الزمالك تاني و لكن خسر المأولين ولأهلي على الزمالك 3-2 مرتين مرة في 2015 و مرة 2018 مرة 2015 دي برضو إفصالها الزعب نزايد. اللي هو فعل الخير. لا هنيجي للملاعب لوقتي. يعني بردو في ملاعب كتير جدا استضافت. وأنا مقسم حتى ملاعب فوز الأهلي الوحديهم وملاعب الكلام. هنيجي للملاعب. عدد فوز مرات الأهلي بالبطولة من أصل 15. 11 مرة. مرة شارك فيها أو وصل فيها المباراة شوبر فاس بـ 11 مرة. فس أنا أعمل لهم برضو حالتك بالنسب. يعني الأهلي شارك 15 فاس 11 مرة. لو تجيبوا لنا سلايد الأهلي كده. نشو برضو الأرقام معنا الشاشة. بس أنا جايب كل الأندية في الوقت. كل الأندية اللي فازت بالسوبر. عندنا الخمس أندية فازت بالسوبر. بالـ 18 لقب الأهلي يتدعمهم بـ 11 لقب. بالنسبة 61% قدام حالتك. نادي الزمالك فاز 4 مرة 22% المقاولين للعرب. انت أطري حقيقة. عدد النسخ اللي تدعمت. الأهلي من الـ 18 دول فاز 11. بالنسبة 61% الواحده. واحدة 61 في الوقت المفرد. الأربع فرق بعد الأهلي. بيحققوا بقى الـ 39% التانين. منهم الزمالك أربع ألقاب بـ 22%. المقاولين العرب وحرص الحدود. طلق الجيش كل فريق بطولة بـ 6% من إجمال الـ 100% أو نسبة الفوز. لـ 18 لقب للسوبر. طلق الجيش دي بتالي نسخة اللي أخدها على حساب الأهلي. واحدة من الأربعة اللي احنا. إحنا ضيعنا قدام مين يا أستاذ أشري؟ إحنا اتنين الزمالك. واحدة الجيش. واحدة الجيش واحدة حرص الحدود. واحدة حرص الحدود. لأن الأهلي تبدل مع حرص الحدود الفوز 2019-2010. يعني طريق العاش وحسام البدري حتى كمدربين تبدلوا الفوز والهزيمة قدام بعض. والأهلي وحرص الحدود برضو تبدلوا. يمكن الأهلي برضو مرتين مع حرص الحدود 2019-2010. حرص حدود فاز مباراة والأهلي فاز مباراة. يعني دي برضو بالنسبة للسياق الكلام برضو عندهم. فيه لعيبة فازت بالبطولة مع أكتر من نادي؟ لا فيه لعيبة شركة طبعا فيه لعيبة كتير اللي هو العميل المزدوق بقى. لعب في أكتر من منهم من ضمنهم طبعا بقى نجم قناة الأهلي كابتال إسلام الشواطر. اللي لعب طبعا أكتر من نادي لعب مع الإسماعيلي ولعب مع نادي الأهلي. طبعا فيه لعيبة كتير أولا. ولكن هنا يبقى بقى مؤمن زكريا مكنسطورة بس إحنا كنا فيه ترتيب في السيكون مش عارفة تبقى موجودة. نروح للسلايد. كله معنا. كله معنا وكله هتلاحب. كابتال مؤمن زكريا يعني بندعيوله بالشفاء التامية إن شاء الله. مؤمن زكريا إن شاء الله موجود في السوبر اللي جاي. السوبر رقم اللي بيحمد نسخة رقم 19 هتكون موجود إن شاء الله. ويتابع المباراة من الملعب إن شاء الله. ده مؤمن زكريا اللعيب الوحيد في الكرة المسائل اللعب لثلاث أنديا مختلفة في السوبر. لعب لإنبي ولعب للزمالك ولعب للاهل. كان فيه لعيب قريب إن هو يحطم رقم مؤمن زكريا. ولكن أبليهم إسبوع انتقل لنادي آخر هو كان أحمد عبد الملك. اللي كان شارك في 2009-2010 محرس الحدود. ثم شارك بعد كده مع نادي الزمالك. وبعدين انتقل من الزمالك لنادي المصري. وكان هيلعب مع السوبر اللي هو المصري قبل في نادي الأهلي. كانت 10 يناير 2018. ولكن قبل المباراة يمكن في إسبوع في إنتقالات الشتوية في يناير. انتقل ودي الرجلة واتحرم إن هو يعادل الرقم مؤمن زكريا. لكن فتيفي طبعا في أكثر من لعيب كتير. طبعا محمد صديق طريق السعيد سيد معود. أكثر من لعيب كتير يعني إينو وأحمد حسن. لعيبة كتير أقوي لابت أكثر من نادي في السوبر. أكثر مدرب فاس بالبطولة دي. هو أكثر مدرب بشكل عام وأكثر مدرب أجنبي. هو منو الجزيد طبعا صاحب الرصيد الأكبر بأربع ألقاب. يمكن هو هو الوحيد اللي فايز بأربع ألقاب. يمكن برضو دي من ضمن ألقاب الأهلي خلال 2005-2006-2007-2008. ويمكن بشكل متتالي كمان منو الجزيد. يالي طبعا بقى المصري حسام البدري. برضو ثلاث ألقاب. يمكن إحنا عندنا أكثر من مدرب مصري وأكثر من مدرب أجنبي. لو روحنا حتى للمدربين كده. لا مش روح للمدربين. حسنا إحنا بنجري. حسنا إقاعنا سريع. إحنا دائما بنحب إقاعنا سريع على فكرة. كويس كويس تماما. هنكمل على قصة المدربين. بس هتسمح لنا نروح لفاصل. نرجع نكمل كلامنا مع دفنا النهاردة. أستاذ أشرف زوف طبعا. النقد والمحل الرقمي. هتسمعه على أرقامه لسه. الأحصائيات والأرقام مستمرة. وكل ما يتعلق بالسوبر. وقرأيته كمان لماتش السوبر اللي جاي. بس نسمح لنا نروح لفاصل. ونرجع نكمل كلامنا في السادسة. الملك طبعا مانويل يوزيه. هو أكتر مدرب أجنبي. فاز بلقب السوبر. أربع ألقاب حققهم مع النادي الأهلي. وعلى مستوى مدربين مصريين حسام البدري. برصيد ثلاث ألقاب. ده كلام اللي قاله لنا أستاذ أشرف زوف طبعا. ضفنا في السادسة قبل الفاصل. قصة مدربين أهلي. إذا قلنا نتكلم على 11 نسخة. مين المدربين اللي حقق معهم الألقاب دي. هم ست مدربين. أربعة أجانب وثنين مصريين. أربعة أجانب وثنين مصريين. البرتغالي يمكن هي المسيطرة. والمهملة على البطولة. أربعة مانويل جزيه الواحدة. وتوني أوليفيرا في 2003. كان دي أول بطولة لنادي الأهلي برضو. كانت حسمت على نادي الزمالك. أول بطولة سوبر يحقق الأهلي. أول مشارك كليه في 2003. توني أوليفيرا البرتغالي. بعدين أعقابه أربعة أربعة يبقى خمسة للبرتغاليين. كمان عندنا جريده في 2014. حسبان جريده. اللي هو مدرب الإسمائيل الحالي. كمان في عددنا بايلر. كمان أعقاب جريده. بايلر بقى في 2018. سويسري بايلر في 2018. دول الأجانب. بالنسبة للمصريين قلنا بأحسام البدري. ثلاثة بطولات. ونسخة أخيرة وحيدة. كانت على نادي الزمالك. وكانت على أستاذها الزعب من زيت. هاجل الملاعب والأستاذ. في نسخة من دول كانت غريبة. أو لم تكن متوقعها. أو كان فيها نتجة. طبعا في أكثر من مباراة. يمكن مثلا لو قلنا نسخة 2014. نسخة 2014. مع جريده. كانت مبارا نتعب بالتعادل بالسلبي ولعب ووقت إضافة بالتعادل ولعب ضربات ترجيح. وكانت البداية غير مبشر النادي الأهلي. وليد سليمان وأحمر عبدالزار ضعوا أول ضربتين. كان الزمالك لو أحرز الدربة دي. كان فاز بأول ضربتين. وكملوا بقى الدربات. دربة لو أحرزها الزمالك كان أحرز البطولة. أتصدى لها الشيخ إكرامي. وبعدها البطولة الدربة اللي بعدها ضاعت الأهلي. لغاية الدربة الأخيرة اللي دايحها محمد كوفي في اللقطة الشهيرة. طبعاً طبعاً. طبعاً. وفاز الأهلي بالبطولة. يمكن دي برضو من الحاجات الغريبة. كمان بطولة 2015 اللي كانت على استدها الزعب نزايد كانت أول مرة. تطلع بره مصر. برضو يمكن الزمالك كانت تقدم على الأهلي بهدف. وعقابه برضو ضرب الجزاء للزمالك. أضحها بقى كهربا. كهربا. لما كان بيلعب في الزمالك. ويمكن ضربة الجزاء. كانت نقطة التحاول للمباراة. قادر يصدق ثلاث أهداف. وفي الآخر كهربا جاب جنون. قال لي فاز بالبطولة. طيب. تعال نروح للملاعب والاستاذات. يمكن في السنوات الأخيرة. تعودنا نشوف البطولة بتقام يعني خارج مصر. في الإمارات الشقيقة طبعاً. ويمكن طبعاً الإمارات بلد شقيق. وشعبها غالي جداً على المصريين. ما بنحسش إن إحنا في بلد تانية. وخصوصاً طبعاً مع الحضور الجماهير الكبير. اللي افتقدناه. طبعاً طبعاً. بيبقى احتفالية الحقيقة كبيرة جداً. طب نشوف الملاعب لاستضافة البطولة من أول ما ابتدت. لو قلنا السادق قاهرة هو أكثر البلاعب اللي أقيمت عليه البطولة. سبع نسخ أقيمت على السادق قاهرة. يمكن 2001 و2002. 2006. 2007. 2008. 2010. 2014. ثم يجب بعد كده بقى عندنا استاد الكلاحة بقى 3 نسخ. 2003. 2004. 2009. استاد برج العرب. صديقي جيش برج العرب. 2012. 2018. 2020. واستاد المؤولين العرب في نسخة واحدة 2005. دي لسالات المصرية اللي شاركت بطولة. بالضبط ممكن. 14 نسخة على الملاعب المصري. أما بقى خارج مصر فأربع مرات البطولة أقيمت. وكلهم كانوا في دولة الإمارات العربية الشقيقة. مرتين على السادق الزعب بن زايد. استاد نادي العين الإماراتي في 2015 و2017. وعلى استاد محمد بن زايد استاد نادي الجزيرة في 2016 و2019. الأربعة اللي برا دولة أهلي وزمالك؟ الأهلي الليعب الأربعة كلهم. الأهلي الليعب الأربعة كلهم. ثلاثة كانوا في زمالك؟ واحدة المنادي المصري. واحدة المصري الأهلي بطولة 2017 على سنة زعب بن زايد. فهذا فريد أزارو. اللي انتهى في الوقت الإضافي. والأربعة فاز بيوم الأهلي لا. الآن لعب الثنين على سنة زعب بن زايد 1 قدام الزمالك وفاز. ترجع الثنين قدام المصري وفاز 1-0. ولعب الثنين على سنة محمد بن زايد في الجزيرة. وللأسف خسر المباراتين أمام الزمالك بضعبات الترجيح. تمام. يعني اثنين اثنين برا مصر اثنين اثنين. بالزبط كم. يعني جادي فصلة. بالزبط. بالزبط كم. طيب. نروح للحكام. طيب. عندنا الحكام. عندنا الحكام الثمانتاشر نسخة. عندنا خمس حكام مصريين. وثمان حكام أجانب. الأجانب برضو منهم حكام عرب وأفرق. بالمناسبة. الخمسة المصريين. عندنا الكابتن محمد فاروق. أدار ثلاث نسخ للصوبة. في أي أزمات تحكمية حصلت. يعني عارف الدوري فيه ماتشط. حصل فيه أزمات تحكمية. وانسحاب مبكر وانسحاب نتيجة قرار حكم. لا. كانت في مباراة 2015. اللقطة التي وقف على الكورة. والأزمة دي بس. لكن غير كده. لا يوجد حكام أفساده أو تحكيم أسرة. الحمد لله. الحكام المصريين. محمد فاروق أدار ثلاث نسخ. 2010-2012-2014. جمال الغندور نسختين. 2001-2002 دول أول نسختين. صمع فتاح نسختين. 2005-2006. حمدي شعبان. نسختين في 2007-2009. وأخيراً. الكابتر دول البلتاجي كان أدار نسخة واحدة في 2004. دول الحكام المصريين. أما الحكام الأجانب بقى فعندنا تمام الحكام من جمسات مختلفة. ممكن كانت البداية مع الفرنسي ألان سارس. اللي أدار نسخة 2003. والنمساوي فرنزا شوخليك لأدار 2008. والأسباني كارلس كاربيرل. 2015. وتشيكي بابل كرالوفيتس 2016. والإماراتي بقى. الحكام العرب عندنا الأمراتي عمر الجينيني اللي أدار في 2017. والألماني فليكس بريتش 2018. والنرويجي سوفيان أدار فمون في 2019. وأخيراً المغربة مصطفى غربال لأدار النسخة الأخيرة 2020. حكامهم هذين. بالضبط منهم أحكامين عرب. بطل دوري بواجه بطل كاس. في 18 نسخة الأفضلية كتل مين؟ لا، دي يمكن الأهلي كل الأندان اللي شاركت خارج الأهلي والزمالك كلهم شاركوا بصفاتهم حجب جليل. بطل كاس. يا بطل كاس يا بديل أحد البطليين. أي. يعني ممكن المحل الشارك. احنا قلنا أول بطولة شارك مكان الأهلي بطل الكاس. اللي إسماعيل برضو شارك مكان الأهلي وهكذا. فيه كمان الزمالك كان عقب ببالحرمان من السوبر نتيجة انسحابه من استلامه المديليات لما تلع مركز تاني في السوبر برضو. فانسحب فليقى مكانه أمبي. وصيف الكاس. لكن البطل الدوري والكاس ممكن الأهلي في مشاركاته عمل بقى طفرة بقى. لأقومة الكتبيرة اللي بتميز الأهلي. نشوف معنا جاهز مقارنة بين مشاركات الأهلي والزمالك في البطولة. نشوفها معك وتعلق لنا عليها بسوز عشر. دي أرقام الأهلي وأرقام الزمالك في البطولة السوبر. بداية المشاركة. من بداية طبعا أول ما بتدت بطولة السوبر. من 21 لغاية 2020. من 2001 لغاية 2020. غاية 2020. الأهلي الشرك أول مرة 2003 بداخل مشارك 2003 الزمالك 2001. عدد مشاركات خمساشر أهلي عشرة الزمالك. عرض مرات الفوز 11 لأهلي أربعة الزمالك. أحراز الأهداف الأهل أحرص حداشر هدف، زمالك أحرز تسع أهداف. استقبل الأهداف الأهلي استقبل تمن أهداف مقابل تلات راشرة هدف استقبال شبك الزمالك. الفوز في الوقت الأصل بالبطولة. الأهلي فاز ست مرات مقابل ولا مرة لنادي الزمالك. الزمالك محاش ولا مرة في 90 دقيقة فاز أربعة يا وقت إضافي يا دربات ترجيح الفوز في الوقت الإضافي الأهلي فاز مرتين والزمالك فاز مرتين بدربات الترجيح الأهلي أربعة والزمالك اثنين عرض مرات الهزيمة أربعة طبعا للأهلي خسر والزمالك خسر ستة الهزيمة في الوقت الأصلي واحدة للنادي الأهلي وأربعة لنادي الزمالك الهزيمة في الوقت الإضافي هنا ما فيش وهنا ما فيش الهزيمة بدربات الترجيح ثلاثة للأهل واثنين للزمالك الموجات المباشرة بقى يعني من الأربع نوسخ من أربع ألقاب فقدناهم ثلاثة منهم فقدناهم برقلات الترجيم بالزبط كيرا ويمكن الموجات الموجات اثنين من الزمالك وعرى من طلق الجيش وخصارة عادية في الوقت الأصلي أمام أحرس الحدود دي الأربع قصارات فترى دي من هذه الأهل الموجات المباشرة من أهل والزمالك التقوا سبع مرات في الصوبة الأهل فاز في خمسة مقابل اثنين للزمالك الأهل أحرس في الزمالك ثمانية مقابل أربعة حلاثة من زمالك في الأهل الأهل بقى شارك في الصوبر في الخمستاشر لقب بتوعه أو في الخمستاشر مشاركة شارك بصفته بطل الدول عشر مرات مقابل ثلاثة للزمالك الأهل شارك بصفته بطل الكاس مرة وحيدة بس مقابل خمسة للزمالك المشاركة بقى بالجمع بين بطل الدول والكاس الأهل أربع مرات مقابل بطل دولي وكاس وبيلعب في السوبر عينه بطل البطلتين أربع مرات والزمالي ممكن هي دي الأرقام المشتركة اللي بين الأهلي والزمالي في فريق في فريق حقق لقب السوبر من غير ما يسجل ولا هدف طلق الجيش طلق الجيش يفز بالبطولة في النسخة الأخيرة ودربات الترجع من غير ما يسجل ولا هدف الأغرب كمان في فريق بقى شارك تلت مسخ يعني عندنا احنا قلنا ايه قلنا 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 الاسمايلي والمحلة وإنبي شاركوا في البطولة وكلهم شاركوا كمدلاء وكلهم هم يحفوظوا باللقب والأغرب من كده يمكن ايه قد أكثر اللي شاركت شاركت بعد الغالي والزمالي تلت مسخ شاركت تلت مرات واللي هم يحفوظ ببطولة ولا مرة في التلات نروح للهدفين للهدفين طيب عندنا 33 هدف وحرزوا في بطولة السوبر 18 مباراة الله نسبة تزجيل يعني تقترب من الهدفين في كل مباراة لو قلنا 26 لعيد أحرزوا مين هدف بطولة السوبر عبدالله السعيد وأحرزوا بتلات أهداف وكلهم من ضربات الجزاء واحدة في مباراة ضربات جزاء في أثناء المباراة دربات الجزاء غير دربات الترجيح دربات الجزاء يعني أهداف أثناء المباراة نأكدها بس في ناس كثير من نسبة لهم واحد نحن نقول دربات الجزاء دربات الجزاء دي اللي هي نتيجة عقوبة أو مخالفة أثناء المباراة طيب فأحرز ثلاث أهداف منهم هدف في أمبي واثنين في شباك نادي الزمالي هو على هدف هدف بطولة السوبر كمان الهدفين الأجانب للسوبر اللي نجير جونور أجاي كان عندنا اتنين أجانب بس اللي هما الأجانب لأحرزه واثنين كابلاعف في نادي اللي قال جونور أجايك أحرز هدفين وبرضو كان هنفين في نادي الزمالي ووليد أظهر بهدف وكان أحرزه في شباك النادي المصري بقى دول الثلاثة وثلاثين لعاب عندنا بقى الهدف الثلاثة وثلاثين الأهل أحرز منه 11 لعاب أحرزه في السوبر الزماليك سبع اتنين حرز الحدود ثلاثة المقاولين لا واحد لكل من أمبي والاسمالي والمحل المصري وطلاقي الجيش لم يحرز ولا أي هدف فيه الثلاثة وثلاثين هدف جوم ازاي بقى أحرزه بشكل ازاي بقى منهم أهداف من ضربات الجزاء ستة من الثلاثة وثلاثين هدف لأحرزه في السوبر كله في 18 نسخة أهداف الوقت الإضافي أربعة أهداف الوقت الأصل 23 هدف دول مجموحهم 33 اللي هما كل أهداف السوبر وقالنا الهدفين بتضحب المصري محققش اللقب صح؟ المصري لقى بقى مباراة واحدة برضو كان بيشارك بصفحة برضو يعني عشان بس معلومة انه المصري وطلع الجيش مسجلوش ولا هدف في المشاركة بس المصري بقى أهداف المباراة لكن طلع الجيش فاز باللقب من غير من الوقت يمكن غازة أقول بس حاجة بسرعة كده يمكن المباراة اللي هي بقى 18 مباراة حسمة ازاي أشكال الحسم المباراة دي يمكن فيه عندنا أربع مباراة حسمة في الوقت الأصلي وأربعة حسمة بتربعة الترجيح وأربعة حسمة في الوقت الإضافي يمكن دي برضو أشكال النتائج أو كيفية حسم المباراة أربعة وقت أصلي أربعة وقت إضافي أربعة إضافي أربعة ترجيح وتمانية وقت في الوقت الأصلي تمام يبقى دول كده للتمنتاشر تسمح لي هقف لحظة بقى سناخد برضو مساحة مع مشاركة الجمهور يعني هكون نكلم معهم طبعا نستعرض معكم على سؤال حلقتنا النهاردة قبل ما نوصل نبدأ بعد الجورج أسعد لازم يشوف رد فعل كل اللعب وطريقة اللعبة تحت كل الظروف عشان يوصل طبعا كان السؤال مرتبط برأيك في فكرة اختيارات كولر في بداية التشكيل النادي الأهلي وخصوصا طبعا نحن راحين على المباراة الأهم في الدور الأول مباراة السوبر المصري فكرة التقييم وفقم التفق معك طبعا مهم جدا ولو أن الرجل طبعا يوم بعد يوم بيشوف ده بشكل عملي في التمرين عندنا سعيد سلام عرب الدواغرة لابد من وجود كل اللعبين في المطشاط عشان ياخدوا حساسية لقاءات تمام محمد حسين بيقول كويس عشان يتعرف أكتر على كل إمكانيات اللعبين حدش خد باله من أنا هاستنى كل أو هاخد جزء طبعا من عايز عرف لو حد من الجمهور خد باله من تركيا كده ولا لا هاني السيد بيقول أكيد طبعا عشان يستقر على أفضل تشكيلة في القادم وإمتى يحتاج خبرات كل اللعب في كل المراكز أبو سليمان الأهلي كل المدرب كبير وعنده خبرة وأكيد هو عنده وجهة نظر إنه جاهز الفريل المرحلة اللي جاية ولسه البطولات كتير ومبارات كتيرة وكله هياخد أكيد كله ياخد فرصته متفق معاه بس هي محتاجة صبره وهنشوف الأهلي في حتة تانية إن شاء الله أكيد إن شاء الله بإذن الله ثقاتنا كبيرة جدا في كولر مدرب محترم بس ده من أهمه البرولوسي حم البرولوسي تقريبا يعني مدرب محترم بس محتاج وقت إنه يتعرف على إمكانيات اللعيب وأفضل مركز لكل لاعب وأهم شيء عقلية اللعب المصري يتقلق هنا لما بتضغط عليه ويبقى خايف من مدرب بيطلق أحسن ما عنده ده رأي حم أنا الحقيقة يمكن كمان لفت نظري جدا في اختيارات كولر إنه بيحب قوي يركز على الناحي المهرية يعني طبعا المدربين الأوروبيين محمود متولي المدافع اللي هو الحريف اللي عنده كورة بقى وفنياته عالية شوية يمكن ده بس بأكد على كلام حضرتك دي بيك وكريم فؤاد برضو فكرة توظيفه كجناح يمين أعتقد في برضو فاتشل إسمايلي الكل توقع أنه برضو هيتم الدفع بمحسن الشحات أو حد تاني ولكن ممكن فجأنا بكريم وكريم ممكن كان ليه دور مميز برضو أو دور إنجابي كبير في الهدف الأحراز والأهل يشاري حسيني صحيح بالزبط كثير طيب نرجع للسوبر مرة تانية إيه أغرب الأرقام لو يعني برضو عندك حاجة مرتبطة بالحضور الجماهيري أو الكسافة الجماهيرية أو حداث معاناة مرتبطة بالمطشط السوبر أعزا بس أقول حاجة الأول عازة أقول برضو يعني شت حاجاتك عن نادي الأهل سريعة سريعة معلكة فاضر أي حاجة في الأهل أي حاجة في الأهل أعزا أقول كيف رأحك خالص يمكن نادي الأهل هو أقصر لأنه بقى لعبة للصور المتتالي يمكن نادي الأهل نعب 15 مرة 14 مرة متتالية متتالية يمكن من تاني مشاركة للنادي الأهل في 2005 ده غير النسخة اللي إحنا اعتذرنا على المشاركة فيها لا الأهل لعبة أول مرة 2003 ما لقبش 2004 بعدين من 2005 لا يعني أصد أقول غير النسختين للأهل ما لقبش في نسختين مش نسخة واحدة لا أنا مقصودش في نسخة لأهل ما لقبش أصلا إحنا لا إحنا اعتذرنا عن لكن كان يحق لنا فيها المشاركة مرتين مرتين إحنا بس ذكرنا قولها لما قلنا المحلة والكلام من ده قلنا لقاك الأهل كان مفروض يرعب الأهل كان مفروض يرعب نسختين وربعة بس برضو الأهل برضو اعتذر برضو النسختين دول مع الـ 14 مرة المتتالية ولا مفصولين عنهم أبليهم من أهل بداية مشاركاته من البطولة الثالثة 2003 2003 2003 غاب 2004 وبعد كده الأهل من 2005 هو بديفت دائم على بطولة السوق فالأهل 14 مرة بشكل متتالي طبعا ده رقم صعب لحد يحققه طبعا وبعد منه بيجي الزمالك الزمالك 4 و3 وإنبيت مرتين وحرس الحدود مرتين ممكن هم دول اللي لعبوا بس المتتالية صحيح كان فيه حاجة بقى أنا كنت أعملها اسمها الأهلي سوبر السوبر يعني طبعا النادي الأهلي إنه يشارك طبعا في الـ 14 بطولة متتالية والنيفروس بـ 11 بطولة ممكن برضو كنت أعمل لهم فوجراف كده صغير لو ممكن نجيب الأهلي سوبر السوبر دي مهم جدا الزبط كده الأهلي سوبر السوبر ما بين الـ 11 لقب الأحرازهم الأهلي بالسنوات ممكن البطولة الأواخت التامنة كانت 2014 التسعة 2015 والعشر 2017 وأخيرا البطولة الـ 11 كانت في 2018 يمكن ده بقى اللي هو الأهلي سوبر السوبر هتلاقي السوبر دي أنا في التاريخة أعتقدهم في الآخر موجودين يعني كمان يمكن فيه شوية حاجات كده أنا كنت أعملهم يعني أقام للأهلي أقصر الأنديال الأهلي فاز عليها بقى في السوبر الزمالي سبعة سبعة مرات طبعا دي كانت الحاجات الكبيرة يعني أقصر مقابلة هو السوبر بصراحة يعني برضو عشان ببقى السوبر ويقاش فيه الشغف الجماهيري غير لم يكون أهلي بزمالك بتهياتي بالزات كمان بقى زيد على حقات كمان لما ببقى الإمارات كمان بالزات بصراحة يعني الإمارات عشان حضور الجماهيري تقصر هي بتعمل كارنفال كلا وتعمل حالة برضو بس يعني بس برضو لما كان بتلاب عندنا في مصر أستاذ القاهرة يبقى أمليان آه في أستاذ القاهرة برج العرب شوفنا برج العرب طبعا يعني إحنا عندنا طبعا أستاذ القاهرة درة الملاعب المصرية أنا أفتكت طبعا زمان الساد دا كان يبقى فول يعني طبعا نتكلم على ساعة استعاب جماهير كبيرة جدا فبالتالي لكن طبعا الإمارات عملت اللي إحنا كنا مفتقدين آه تعملوا حاجة كلا يعني بيتخليه كلا جوكر مميزة جدا يعني آه تعملوا حاجة كلا جوكر مميزة جدا يعني آه يمكن ان قلنا سة مرات خمسة آهلي اتنين الزمالك بالذبط كده الزمالك والماقولين واحد واحد بالذبط لعبو مرتين الزمالك مرة والماقولين مرة آه الآهلي وأمبي الآهلي وأمبي الآهلي مرتين الآهلي مرتين أهلي تكسب المرتين مرتين أهلي وحرس الحدود مرتين مرة ومرة أنت� Burning Big shot كده آه يعني آه يعني خلال الله الرح�י ون إن Everything says اللعين بالذبط السوبر نشارك في 2006، عصر رفض لعبي استلام المديليات لما الآن فاز في السوبر الأخير، كان الآن فاز بثلاثية على نادي الزمالك في اللقيفة بعدك، مرضوش استلم المديليات، مرضوش استلم المديليات، فتم استبعادهم بالزبط، من السوبر لبعده. عاد أقول طبعاً في عندي أرقام كتير طبعاً، عاد أقول مثلاً أن أول نسخة في السوبر، كان الزمالك البطل، أول هدف في السوبر كان أحرزه حازم إمام، في جمال غندروه أول حكم، ده الأول في كل حاجة. الفرنسي أول حكم أجنب دول اللقاء، أسال القصراوي حارس المحلة أول حارسة تستقبل شباك، أول حالة طرد في السوبر، كانت منصبية التونسي وسام العبد الله عبد النادي الزمالك. ما فيش عندك رقم لأكتر حراس المرمى تقلقاً في مطشط السوبر، بما أن فيها ضربات ترجيح يعني؟ يعني ممكن عصام الحضري في بطولة 2003 كان لي برضو البع كبير، كان شريف إكرامي برضو في 2014، ممكن هما دول اللي كانوا مميزين، ممكن نشريف إكرامي في 2013، وفي بطولة 2017 لما تتحدى لضربة جزاء كهرباء، كهرباء برضو لقتي بأن هما برضو ينطبق عليهم لعب أكثر من الأواق، لعب في السوبر مع الزمالك، وسجل في الأهلي، وبرضو أضع ضربة جزاء وهو في الزمالك أمام الأهلي، وبعد كده أصبح لعب في النادي الأهلي، ممكن هي برضو الكلام نقول. أنا بشكرك شكراً جزيلاً أستاذ أشرف، أنا شخصياً ساعدت جداً مجودك معنا، وبالأرقام والإحصائيات والقصص والحكاياات والروايات المتبطة بسوبر مصري، إن شاء الله بإذن الله، إن شاء الله بإذن الله، إن شاء الله بإذن الله، أشكرك النهاردة، طبعاً النقد والمحل الرقمي على الأرقام والإحصائيات اللي خاصنا بها في السادسة، بشكرك شكراً جزيلاً على تشريفك لنا، وألف مبروك مرة تالية للنادي الأهلي، وقواتي النادي الأهلي، إن شاء الله، يعني في استمراريك كلا دايماً إن شاء الله. الله يبرك في حضرتك، بشكر حضرتكم على المتابعة، مبروك الشاشة الأهلي، وبفضلكم وفضل متابعاتكم لنا إن شاء الله بإذن الله دايما قادرين نقدم لكم الأفضل والأفضل دايما يليق بالأحمر والنادي الأهلي نادي القرن وبإذن الله إن شاء الله بإذن الله الأيام اللي جاية تكون مزيد من الألقاب والبطولات للنادي الأهلي بشكركم على المتابعة وبكرة إن شاء الله نتقابل حلقة جديدة والسادسة تحياتي كل تابعونا النهار